ترجمة نانسي قنقر يأتي هذا التعاون في محاربة الإرهاب يأتي هذا التعاون في محاولة القضاء على المخدرات التي تصل إلى المنطقتين أو البلدين يأتي هذا التعاون في مجال التطوير والتدريب فيما يخص تبادل الخبرات فإذا تحدثنا أولا على أن التعاون هناك عسكري بإنشاء أو بقيام العديد من التمارين البرية والبحرية والجوية وتمارين القيادة والسيطرة لأنه في الحقيقة البلدين يواجهان خطر حقيقي سواء متمثل هذا الخطر من تهديد دول الجوار للأسف كهذا إيران أو أنه يمثل تهديد من هذه الجماعات التي أصبحت عابرة للحدود وتهدد الأمن والاستقرار في البلدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر